اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وارحمنا واصحابنا ومشايخنا وحكامنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين أمزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغفر لنا اللهم أغفر لنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرض اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد ويا خير من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولن الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا شهيدا إلا تقبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لضولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت فتنة في قوم فاقبطنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين